نهاردة كمان من اخبار النادي الاهلي بدر بنون اخيرا المغربي بدر بنون مغربي الدولي بدر بنون شارك في التدريبات الاهلي الجماعية بعد عودته من بلاده بعد الاجازة اللي حصل عليها وشارك في التدريبات الجماعية وكده يكون خلاص بدر شوفي اياه تماما من مضعفات فيروس كورونا ولكن اللي عرفه رقم عشرة ان بدر بنون قعد مع سيد عبد الحفيز مدير الكورة وبعد لعاب الفريق وتكلم معهم بخصوص صورته مع لعاب الوداد بعد نهاية افريقيا وقال لهم انه ما يقصدش اي حاجة وندول زميله في منتخب المغرب وكان بيوجه ليهم التهنئة فقط ورقم عشرة عارف كمان ان احد اللاعبين في الفريق عرض على بدر بنون انه يكتب بوست على حساب مواقع التواصل الاجتماعي ووضع فيه السورة للجماعية بصراحة بقى لحظة انا ما اتكلمش في قصة بدر بنون دي من وقت مباراة الاهلي بس بصراحة مبالغات يا جماعة دي رياضة دي كورة بلاش وانا يعني صديقه في الفريق اللي عرض عليه يكتب حاجة على السوشال ميديا لا هم مش محتاج يرد هم مش محتاج يرده خالص لاعب مغربي راح هنه زميله المغربة في منتخب المغرب قال لهم مبروك المباراة النهاردة فهم اكيد ردوا عليه وقالوا له هارد لك النهاردة ان انتوا خسرتوا ما هي دي الرياضة اصلا احنا بس في الزحمة بتاعت الخناءات والشد والجذب اللي احنا الحاجات اللي حم نقش فيها دي بنلسى ان اصل الرياضة واصل الكورة انه فيه فايز وفيه خاسر فيه واحد بيقول مبروك وفيه واحد تاني بيرد عليه يقول له هارد لك هي مش خناها ابدا ومش ازمة ومش مشكلة والعب له بدر بنون ده خيانة النادي الاهلي وجماهيره فيش كلام ده خالص اصلا بدر بنون من اكتر اللاعبين الرجال اللي موجودين في النادي الاهلي هو اصلا قائد كان قائد لفريق والرجاء وعنده شخصية القائد فطبيعي بالشخصية دي هيروح يقول للعبين مبروك فين الحكاية اصلا فين الحوار وليه اصلا بدر بنون يقعد ويوضح ومش محتاج يعمل كلها فيش يعني واكيد انا ما اعتقدش انه حد في الاهلي لامه في هذا الامر اعتقد يعني ما حدش لامه من النادي الاهلي